السلام عليكم أخواتي إن شاء الله تكونوا كامل بخير ويلقاكم هذا الفيديو بخير وبصحة يا رب اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم جديد الحلويات البريستيج يجي بزاف ابنين واقتصادي ويحمر الوجه كما راكم تشوفوا ديليس الكوكا والبخاليني يجي أكتر من رائع إن شاء الله تجربوه لمناسباتكم والأفرحكم السعيدة كالعادة أختي ما تنسينيش تخليلي كومنتير تخليلي قليب خليلي دعاء أخليلي اشتراك كما تبغي مهم خليلي حاجة وصعي نبدو بسم الله على بركة الله أول حاجة نعطيها هنا يديت بابي كويسون والأليمينيوم والطابيتة سيليكون اديت هنا هاد البخاليني تعبوين فيرقين اللي كنت دي جا خدمت لكم به وقلت لكم باللي راه متوفر في السيبيرات وفي غرون سيخفاس سمحوا لي نخلطت هنا مليحة هاد البخاليني بسكو راه جامد راه البرد تحية كبيرة يعني يكون شي راه جامد مهم خلصتهم لحتي يرجع لنا سائل هاد المرحلة هي اللي ولا نديروها ولا لي لما قبل سيجي تديريها نخلط مليحة هاداك البخاليني ونديرها في بوش ولا غيب المغرف ولا في شكارة ولا مهم الحاجة لي تساعدك انتيا هاد البخاليني هو غادي يكون الحشو تعليقاته التعنات على نهار اليوم تبغوا تديروا كاراميل نيسلي كاراميل تبغوا تديروا شوكولات تختيني كما تبغوا انا هادرتها بالبخاليني وجاء بزاف 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 ابنين هنا نشكل ضوائر ما نديروش فتاة افتاة نديرو كونتيتي مليحة وندخلهم للمجمد ونخليهم حتي يتجمدوا ويشدوا روحهم يما قلت لكم تقول تديروهم لي لما قبل يلا كان عندك الوقت هنا نجيل العجينة اي عجينة تحصاب لي ناجحة عندك ديريها انا هنا اديت 100 قرام بتاع المارغارين تكون بحرارة المطبخ ما تكونش بيردة عندي هنا يا رشة صغيرة عندي هنا يا سيكري غلاس غادي ندير مغرف ونص انا استعملت سيكري غلاس تاع الاحسان هذا قلت لكم شباب ما ومش دايلين فيه المايزينة بزاف في ساعتكم في الطالية في التسكر ويجي شباب وعندي هنا يا مغرف الصغيرة تاع لفاني تاني لفاني تاع الاحسان اا اقتصادية نشارية هدي تاع ربعة كيلو للناس اللي تخدم لكوموند وتخدم المشاريع والبريد تحا غيزونابل نخلط طمليح هذ المكونات حتى ينتحصلوا على كريمة بلا سباتل ولا بلا باتر ولا بيدي كما تبغي من بعد شا غادي ندير غادي ندير هنا يا صافار تحبه بيت وعندي هنا يا البخاليني هذا تاع بوان فيرقل غادي ندير منه مغرف ونص تاع البخاليني ولا غي مغرف على الحساب لا كونتيتي تاع المارغارين وهنا يا تبغو تعطره بأي دوق تبغو تديرو فيه الكمية تاع كوكا ومطحون غبرة لوز تديرو باتر تاع بخاليني ولا تاع لوز كما تبغو تكيمات تديري هاهاك تديري باتر تديري باتر بلي عادية نخدم مليح هذ المكونات كما راكم تشوفو حتى يدخل هذك البخاليني مع المارغارين والسكر وقع من بعد عندي زوج مغرف كبار تاع المايزينا اللي هي نشاء الدورة تاني نخلطها غادي بالعقل ندخلها في هذك المكونات وعندي الفارينا ورشة صغيرة تخمارة تعلقاته هذا ما نستحق في هذ العجينة وكما قلت لك الطيقية تعتمدي أي وصفة تحصابلي ناجحة عندك صحيح باينة هذي دروك أنا غادي نلم العجينة التعيد ارتع لها راس المغرف خمارة بعد نعود ونتلاقها هنا القوامة العجينة عادي يعني راكم كامل تعرفون قوامة العجينة تحصابلي كونطري وقع من بعد ما ندير غادي نحتاج طابع تشكل مربع هنا اديت بلاستيك عدائي ونحل العجينة التاعي بسمك يكون شوية يخشين بس هذا غادي يكون القاعدة تعلقاته التاعنا لازم نغلض شوية العجينة ما نديروها شرقيقة بزف ونجيب هنا هيا طابع يكون شوية كبيرة للمول تاعسيليكون اللي غادي نخدمو به ونقطع كما راكم تشوفو كاريات ولا مربعات ونحطهم يطيبو في الفرن على 160 درجة يدون لون الذهبي للمحمر شوية بهيجون بنان ونخليهم يبردو ونروحو نحضروا الحشوة معا بعد هنا بالنسبة للحشو اديت عندي هاد الكوكاو محمص واجد يعني الطحني ولا خدمي وسايم مباشرة وكاليتي مليحة وجودة روعة هنا غادي ندي 100 قرام بتاع الكوكاو منجيها اخرى راني دايرة 120 قرام بتاع شوكولات بالحالي بالدوب على النار هنا نجي نطحني الكوكاو التاعي ما نطحنها رقيق ما نطحنها خشي نطحنه في المتوسط هنا بعد شوكولات كما قمت تفضلت على حمام مائي زبت لها زوج ومغارف كبار تاع زيت على حساب الكاليتي تاع الشوكولات هنا رشعة الملح وهنا درت هذيك الميات قرام كوكاو اللي كنت طحنت ها كما قلت لكم هذي الكوكاو سهل علينا بزاف امور هنا من بعد نزيد مغرف كبيرة شوكولات طاختيني من بعد هنا يعدنا هذي البخاليني تاع النوازات واللوز غادي نضي منه مقدار تاع مغرف ونص في 120 جرام شوكولات تقود شوكولات بالحال بشوكولات سوداء تدير شوكولة بيضة وددوا لشوية شوكولة كهلا تحصلوا لهذا اللون الكريم هناك ما تبغو على حساب الرغبات تاعكم نخلط مليح هذا كلب خاليني مع الكوكاو مع الشوكولات تختيني مع الشوكولة غلاس سنخلطهم مليح مليح حتى نتحلون معه ما نتقلقوش لنخدموهم مليح مليح من بعد هنا عندي تقريبا 90 جرام تاع الفيتين محمص ولا سمحوا لي مشي المحمص الفيتين عادي ولا بغيتوا تدير وديو حمصوهم يجوكم مقرمشين وخير من بعد هنا جبت المول تاع الكاري اللي كامل راكم تعرفوه وراه دا يرتج نجي هنا نعمر نص الكمية وخطرة نخبط المول التاعي على البلون دو تخافاي من بعد نجيب هادك البخاليني اللي كنا دلنا في الكنجلاتير وجمد ونعاود نغطي طباقة وحدة أخرى تح هادك الحشو ورانا نضربه في المول تاعنا بما يجوناش في هادوك الليبي وليجيناش الشكل الخاسر يجيناش الشكل مسقم وهنا هادوك هادك هادك الحشوة لازم تكون جامدة بعد ما نكمل ندخلها للكنجلاتير ونخليه يبرد واحد لعشر دقائق هنا صابلي التاعنا كما كنت شفوه بعد ما طاب خليتها برد ونخليه على جه شفو هاد اللون اللي تحصلت عليه راجع للبخاليني اللي كنا درناه ويجي صابلي بزاف بنين ومقرمش وطرين نجي هنا نجيب هادوك المول التاعي اللي كنت درتها في الكنجلاتير هنا هاد المول بزاف أخوات ما يخرج لهم شوفوه هنا بالخدمة نفوت أولا بلا منتوش الحبة نقلع هادوك الحواف ونخرج الحبة التاعي بكل سهولة شوفوه هنا كيف يجي ومدى بيكون ما تنشوش الحبة للوجه التاحة برك من الجواني شوفوه هنا ديري الخدمة غير بالعقل فوتي على هادوك الحواف الرقاك وتخرج الحبة التاعي عادي من بعد هنا شادرت جبت هادوك السابلي التاعي ديت شوية شوكولاتة طاقتيني تبغوو تديرو شوكولاتة عادية ديرو ونجيب هادوك القواليب وليس قاهم هنا في الوسط غير بالعقل لانو كما قلت لكم السابلي غير يتكسر وحده كما تلسقو بالغليكوز ولا اي حاجة يعني مهم تلسقو كما راكم تشوف نجي هنا ديت الكوكو اللي دي جا خدمت معاكم قلت لكم جودة عالية ندي كميات كوكو كما تقول ديرو كميات كوكو بالقشرة هنا استعملت كوكو بالقشرة يعني يكون محمص هنا ديت خالي شوية تعلما مع كترة تعلما هنا تعلما على حساب النوعية أنا النوعية اللي شريتها عيانة واحدة درجة ما تصورو هاش نخلط مليح هادوك الكوكو الكوكو اللي كندرت لها الخالة تعلق غليكوز مع الماء ولا غليكوز مع الحسل ولا تقول ما بديروا غليكوز واحدة كما قلت لكم إليها كان لها كالكاليت تعو عيانة ونجي هنا جبت هادوك الكوكو كما كم تشوف ولي السقهم ها كاف الواسط تبغوا تديروا حب زوج يبق لحساب الاختيار تطحنوا كمية كوكو في الخشين وتديروا نفس الطريقة تعال الكوكوز وتلسقوه من الفوق هنا جبت الورقة الذهبية أنا الورقة الذهبية لسقها غي بيد إليها إليها غبنتكم لسقوها بشوية هادك تعال الكوكوز يعني غي بشوية بشوية تلسق لكم أنا هادك لابين استشريتها باطل ما عاشن نخدم بها تغبني سوف ندير يدية كما كم تشفو قاعلوا تختح هادو كل حبة التال الكوكو وندل لهم هادك الورقة الذهبية ويكون القاطو تعنا واجد كما كم تشفو أنا غادي نكمل نزين القاطو تعين بعد نوريه جاهز إن شاء الله في صحن التقديم ونعطي كامل الديطاي بالنسبة للحشوة بارطاج وخلي لي كومنتر شباب كيمانتية وربي يفتح عليك إن شاء الله القاطو تعنا راه واجد كما كم تشفو هاده هو الشكل النهائي التاعو هنا بعد ما زينته بالورقة الذهبية وزينته بالكوكو نقدم هنا بالنسبة للمقادير تعالحش وعمره لـ 11 حبة بالنسبة للعاجين ندلكم حتى العشرين موربعت صابلي يجيب بزاف بنين وخفيف ومطلوب بزاف الأفراح والمناسبات وكما قلت لكم تبدلوا في نوع الشوكولاتة تدروا شوكولاتة بالحليب وشوكولاتة السوداء البيضاء كما تبغون تختاروا شوكولات تكون لكالية التحشبة ولا شروا لها زبدة الكاكاو وزيدوا منها شوية زبدة الكاكاو هنا غادي نقسم لكم هاليوم تعجبكم نقولكم ما تنساوش تدعمونا باللايك والبارتاج وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة وفيديو جديد نقولكم تلوا في روحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته